أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم المجد الوطن وما زلنا في فقرات هذا البرنامج الذي نحظى فيه بالمنجزات المتنوعة المختلفة وأيضا هناك مبادرة أطار المبادرات تواصل معنا الآن للتو رجل أعمال خالد الغانم لتقديم المزيد من الجوائز في هذه الحلقة سيد عبد العزيز نعم الله يزا خير براش دائما مبادر قدم مبلغ ألف ريال لشخصين 500-500 بال500 اللي موجودة في الحلقة يعني اليوم لدينا ثلاث جوائز بإذن الله وزي ما ذكر هذه العيدية بمناسبة قرب عيد العضح المبارك سي الله أن يبارك له في ماله والله إزا خير دائما مبادر أبو راشد أيضا نحن نرحب الآن بالدكتور وليد الشعبي مدير الموارد المالية في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالرس أهلا ومرحب بك دكتور وليد حياكم الله يا أخي يوسف يا أهلا وسهلا أنا سعيد جدا في هذه الليلة المباركة صالة عن نفسي ونيابة عن أعظامة سليدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات محافظة الرس وجميع العاملين في هذا القطاع بجميع فروعة الله يحييك أنا أكون ضيفا لكم في هذه القناة المباركة أشكر لقناة المجد الله يحييك هذه الاستضافة عبر هذا البرنامج النوعي بفكرته وعنوانه وهدفه ومعديه ومقدمه الله يزاكي وبيضيوف وبيضيوف الله يعنيكم العافية أيضا أرحب بأساد المشاهدين ومشاهدات وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال في هذه الأيام العشر المباركات اللهم أمين الله يتقبل منه منك ندخل على جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجالة بالرس بتقرير ثم نأخذ حديث كلماته إن شاء الله فنذهب إلى هذا التقرير نحن وإياكم ثم نعود إليكم منذ انطلاقة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الرس ولها دور بارز في مجال الدعوة والإرشاد والتوجيه من خلال البرامج التعليمية الإرشادية التي تقدمها انطلاقاً من مبادئ وأهداف سامية تمثلت بالتعاون مع الجهات العاملة في مجال الدعوة حسب الإمكانات المتاحة كذلك المساهمة في نشر الوعي الإسلامي وفي ظل هذه الجائحة عملت الجمعية على عدد من البرامج كان أبرزها الدعوة الإلكترونية وبرنامج الأمن الفكري كما خصصت الجمعية فرعاً دعوياً لنزلاء السجون ومع بداية جائحة كورونا شاركت الجمعية في عدد من مبادرات لتوعية المجتمع بتطبيق القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا وأيضاً التوعية بطرق الوقاية منها بالتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة فعملت الجمعية من خلال حملة إفطارك في مكانك التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم والتي تعمل على إفطار الجاليات في أماكنهم في ثلاثة عشر موقعاً وذلك بتقديم أكثر من ألف وجبة يومياً مرحب بكم مجدداً مشاهدين كرام أيضاً نعود ترحيب الدكتور وليد بعد أن شاهدنا هذا التقرير بودنا أن نتعرف على جمعية دعوة والإرشاد بالرس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات المحافظة الرس هي إحدى الجمعيات والمؤسسات القطاع الثالث التي تعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بتحقيق التنمية المجتمعية من أجل تحقيق تطلعات هذا الوطن المعطاء الذي نسى الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والإيمان وأن يلبس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العيزي باس صحة والعافية إنه سميع قريب الجمعية بفروعها الأربع الفرع الدعوة العامة والفرع النسائي وأيضاً فرع توعية الجاليات وفرع نزلاء السجن كل هذه الفروع تتبلور من أجل تحقيق أهداف سامية شعارها وقائدها قوله تعالى وَمَنْ أَحْسَنُ وَقَوْلَ مِنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُحْسِنِينَ تهدف إلى تحقيق الدعوة إلى الفطرة السليمة بهدف ترسيخ العقيدة السليمة الصحيحة وأيضاً نشر العلم الشرعي وتعليم الناس أمور دينهم وتحقيق الطاعة لله عز وجل ثم لرسوله ثم لولاة هذا الأمر وأيضاً تحقيق العمل على تحقيق قيم الانتماء والمواطنة لأفراد هذا المجتمع ودعوة غير المسلمين للدخول في هذا الدين العظيم ومتابعة لهم باستمرار بعد أن يدخل في هذا الإسلام برامج لمتابعتهم أيضاً من أهدافها العظيمة والمستمرة دائماً وهي أهداف استراتيجية مكافحة للانحراف الفكري وتبيين خطره وأضراره وأيضاً حماية المجتمع من الغلو والتطرف وحمايته من الإفراط والتفريط هذا مجمل ما تهدف إليه الجمعية بكامل فروعها من أجل تحقيق رؤية واضحة لهذه الجمعية المباركة شهد طيب ومبارك الله يبارك ومن يتابع اليوم مواقع التواصل الاجتماعي والقطاع الخير يجد جمعية دعوة رشادة ومتجاج بالرس لامعة اللهم لك كالنجم الجميل الرائع قبل أن نذهب إلى المنجزات بشكل عام لو تطرقنا إلى موضوع كورونا الله يبعد عننا وعنكم الشر وعن الأمة جميعاً ويعجل بكشف الغمة تماماً أبرز الجهود التي بذلتموها وأيام الكورونا شوفي أخو يوسف وأستاذ عبد العيز ومشاهدي الكرام يعني من يرقب موقف الحكومة خادم الحرمين الشريفين في هذه الأزمة بالذات لا ينكر عملها إلا جاحت فعندما نلمس كلمة خادم الحرمي الشريفين حفظه الله في قضية أن المواطن أولاً وما تقدمه للمواطنين والمقيمين بل حتى المخالفين من تسهيلات لا يرى ويفخر بهذا الإنجاز ولذلك من أبرز ما عملته هذه الجمعية كما اطلعت السادة المشاهدين عملت الجمعية فيلم وثائقي لأبرز جهود المملكة في هذه الأزمة أيضاً عملت بالتواصل مع الجهات المسؤولة الكثير من المنشورات والمطبعات بتوعية الناس بالاحترازات سواء في المساجد سواء في جميع النطاقات بهدف التوعية بجميع اللغات إن اللغة العربية هي الأصل بالإضافة إلى سبع لغات أخرى موجودة في قاموا فيها الزملاء في قسم دعوة الجاليات أيضاً من أجمل ما قدمته الجمعية وهو عملها الرئيس وهو الدعوة لله عز وجل فاستمرت المحاضرات والكلمات لكن ركزت الجمعية على أن تكون الأعمال الدعوية مناسبة للحدث فركزت على أعمال القلوب بما يتعلق بالتوكل والتفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل حتى هذا احتياج يحتاجه الناس أيضاً بالإضافة إلى ذلك كلمات مترجمة باللغات حتى يستفيد منها الآخرين أيضاً من الأشياء التي قدمتها الجمعية وهي أيضاً خدمة مجتمعية في هذه المناسبة قدمت تعرف الحجر وظروف شهر رمضان المبارك ورفع المصاحف عن المساجد رأيت أن احتياج حقيقة للمجتمع هو وفرة هدية أكثر من 1500 هدية وزعت عبارة عن مصحف بحجمين مختلفين وأيضاً عبوة ما زمزم وسيواك وبعض الكتيبات الهادفة المناسبة ليستغل للناس فيها وقت فراغهم بالإضافة إلى منشور من إنتاج الجمعية أخوذ من الوزارات المختصة وهي وزارة الصحة أيضاً عملت باركود وهو احتياج أيضاً رأت الناس صحيح أن الناس يحملون المصحف الشريف في جوالتهم كثيراً لكن رأى الزملاء بدراسة إطلاعية أن الناس في صلاة الجمعة بالذات هم بحاجة أحياناً لمثل هذا فصمموا باركود وزع على محافظة الرس وما حولها حتى يستفيد الناس من هذا الأمر بكورة هذه الإنجازات في كورونا هي مبادرتين مبادرتين من أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود حفظه الله تعالى المبادرة الأولى وهيها ما أعدتموا بهذا التقرير الجميل وهو مبادرة افطارك في مكانك ألف وجبة وزعت يومياً جزا الله القائمين عليها من المحسنين خير الجزاء طوال فترة شهر لمضا المبارك طوال فترة ثلاثين يوم يعني في اليوم ألف وجبة يعني ثلاثين ألف وجبة نسأل الله أن يتقبل منهم أيضاً يتوصل إلى ماكنهم بالاحترازات التي رأيها السادة للمشاهدين أيضاً وزع سلال غذائية وهي مبادرة أيضاً صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم وهي مبادرة نهر العطاء وهي بشكل تكامل عملة الجمعية مع جمعية البر وأجدها فرصة حقيقة نقدمهم الشكر والتقدير جمعية البر الخيرية في الرس على عملهم الاحترافي حقيقة في هذا العمل لعلنا نقضي صدافتهم يعني فرصة بإذن الله نقدم لهم الدعوة نشرف بذلك هذه أبرز الجهود بالإضافة للدعوة الإلكترونية التي قامت فيها الجمعية وهي عن طريق العنبعد مثل ما ذكرت في اللغة العربية واللغات الأخرى ما شاء الله الجهود طيب ومبارك ورائع طيب هذا ما يتعلق بكورونا لو رحنا الأنشطة بشكل عام والبرامج التي تقدم اليوم في الجمعية حقيقة الجمعية بفروعها الأربع تسعى للتطور يوما بعد يوم وهذا ما يقوده الزمان عجلة الزمان كما يقال العمل الرئيس للجمعية وهو الدعوة إلى الله وكفى به شرفا عن طريق المحاضرات والكلمات والدورات العلمية قبل كانت حضوريا والآن في ظل هذه الأوضاع أصبحت عن بعد فالدور الرئيس لم تتوقف الجمعية ولا الحمد فيه الجمعية أيضا سعت إلى نقله في قضية الدعوة الإلكترونية ولذلك سعت لتقديم العديد من المقاطع الفيديو والمقاطع الموشينجرافيك وأيضا بالشراكة مع المؤسسات المانحة أجدها فرصة أيضا شكر وتقدير لهم المؤسسات العاملة معنا بإذن الله تعالى مع مؤسسة عبد العز الجميع في إيجاد برنامج اسميناه تعزيز القيم وهو إلكتروني يعني كما لا يخفى عليكم أن وسائل التواصل الآن والجوال في أيدينا وفي أيدي أبنائنا كثيرا جدا فالمحاضرات الواقعية بلا شك أنها لها أهدافها ولها قيمها ولها جمهورها ولها جمهورها لكن حين نريد أن نصل إلى الفتيات وإلى الأبناء ولذلك حرص الزملاء في اللجنة الإعلامية بالتعاون مع المؤسسات المانحة على إنتاج مقاطع فيديو تعزز القيم أيضا الجمعية في المجال التقني والإلكتروني وفرت بدعم المحسنين أكثر من تقريبا عشر شاشات وزعت في الجوامع والمساجد وهي المرحلة الأولى من أجل أن تكون التوجيهات كلها عبر ما يسمى إلكترونيا بعيدا عن الأوراق وغيره وحتى يتم التحكم فيها عن طريق الجمعية المقرب الذات هذه أبرز ما يمكن يقال يصاحب هذا العمل عمل القسم النسائي الأخوات مشكورات يقوم بجهود كبيرة جدا من تقديم البرامج لكافة المراحل من الصغار وأيضا الفتيات والأمهات هذا ما يتعلق بالقسم النسائي وأيضا الدعوة العامة لدينا أيضا توعية الجاليات وهم يقومون بأعمال حقيقة احترافية جميلة منها برنامج جميل جدا وراعي وهو علمني الإسلام عبارة عن برنامج لمدة سنة كاملة يختارون 25 طالب يعلمونهم المنهج الشرعي يتم اللقاء بهم بعد صلاة الجمعة مباشرة مع توفير وجبة غدا أسبوعيا لمدة عام كامل هذا المسلمين الجدد هذا بشكل عام بشكل عام لكافة الجاليات عندنا المسلمين الجدد برنامج اسمه متابعة المسلم الجديد يعني والله الحمد بشركم وبشر السادة المشاهدين والمشاهدات وهو ثمار دعم المحسنين في هذا العام أسلم أكثر من 77 شخص نسر الله عز وجل يثبتنا وإياهم على طاعته مرش فهم يقومون بعد الإسلام بمتابعتهم بلقاء أسبوعي في المقر من البرامج أيضا المحاضرات والدورات العلمية ورحلات العمرة لديهم برنامج جميل جدا أنا أقدمه وأسأل الله عز وجل أن ينفع به الجمعيات الأخرى وهو برنامج يبين لحمة هذا الدين وهذا الإسلام وهو برنامج معايدة وهو الآن تقريبا أقيم لمدة عشر سنوات معايدة للجاليات في مكان مفتوح على طريق الملك سلمان في محافظة الرس يدشنه محافظة الرس دائما ويقاني مدة ثلاثة أيام يتم فيه الكلمات والبرامج المناسبة وتوزيع العديات وثقافية وحضور أبنائهم يعني شيء جميل جدا ويثمر والله الحمد وليس غريبا على أبناء الوطن يعني العناية بضيوفها وأن أخواننا المقيمين هم ضيوف على هذا الوطن الغالي من واجبنا احترامه وتقديره وعقد مثل هذه البرامج الطيبة التي تؤكد حسن الضيافة والتعامل أولا كمسلمين ثم كأبناء المملكة العربية السعودية في كرمنا وشهامتنا واخلاقنا لا لا أبشركم بشر السادة ومشاهدين ولقى صدق كبير جدا أتمنى أن ينشر وما عند الجمعيات خير أختم بالفرع الأخير وهو فرع نزلاء السجن وهو فكرة نوعية تعرفون أن لا يخفى عليكم ولا السادة ومشاهدين نزلاء السجن عندهم وقت فراغ كبير جدا ولذلك عمدت الجمعية إلى إيجاد فرع رسمي وأجدها فرصة أن أتقدم بشكر الجزيل لإدارة السجون في محافظة الرس وفي فرع منطقة القصيم على مثل هذا ممثلا في التوعية الدينية في السجون تقدم فيه الكثير من البرامج الترفيهية والثقافية والاستشارات أحيانا التربوية والكلمات التي نشعر أنهم فعلا يعني يحتاجونها وينتظرون وهو لله الحمد على طوال السنة هذه أبرز المناشطة التي تقوم فيها الجمعية بفروعها الأربع ما شاء الله جهود مباركة بكل فروع الجمعية الله يبارك لكم هذا الجهود يكتب لكم الأجر ومن تكلم عن احتياجات لتحتاجها الجمعية حقيقة الجمعية لها حلم كبير ولها تطلعات رائدة وأبشركم وأبشر السادة المشاهدين أن المشاريع التي تقدمها الجمعية بإذن الله تعالى لن يكون عائقا لها الدعم المادي بحكم طبيعة أبناء هذا الوطن وشعبه المعطاء تطلعات الجمعية اختصرها في ثلاث الأول وهو ما يحقق الاستدامة المالية الاستدامة المالية هي هاجز كبير للجمعيات الخيرة بالذات ولذلك حلم أن يتحقق لنا وقف ونحن بدأنا بالدعوة لمثل هذا وقف سنابل الدعوة ونتمنى أن يكون هناك وقفا لجمعية الدعوة سواء في محافظة الرس أو في أي مكان من المناسب في محافظات هذا البراط فكلنا بلد واحد الأمر الآخر وهو نحلم أيضا يكون لدينا مقر للفرع النسائي الفرع النسائي الآن موجود ضمن الفرع الرئيس صحيح أننا نملك للحمد فرع رئيس جميل متكامل لكن ليس مناسبا للقسم النسائي القسم النسائي توسعهم وانشطتهم بلا شك يحتاجون مساحات أكبر فهنا تطلع أن يكون لدينا مبنى خاص بالفرع النسائي الثالث وهو قائم لله الحمد أنجز منه أربعين بالمئة وهو وقف خاص للجاليات لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وسمعتم بعض مشاريعهم وهي موجودة على وسائل التواصل قيمة مليون ريال وصل تقريبا أربع مئة ريال نسأل الله عز وجل أربع مئة ألف أربع مئة ألف ألف وبقي ستمائة نتمنى من خلال هذا اللقاء وفي هذه الأيام المباركة أن يتحقق الحلم ويكتمل ببركة المحسنين وببركة هذه الغنات المباركة الله يوفقنا وإياكم ويزودكم توفيق وإنجازات ونجاح وبركة وأنتم شرف وفخر لمثل هذه البرامج التي نخرجها في شبكة المجد أن نشاهد هذه الخيرات التي تنبع من أبناء الوطن من قطاعنا الخيري للمواطنين والمقيمين فلك التحية والشكر والجمعية المباركة الله أعطيكم العافية وأنا حقيقة سعيد جدا في ختام هذا اللقاء وأتقدم لكم بشكر جزيل أشكر الله عز وجل أن يسر لنا العمل في مثل هذا المجال الشكر أيضا لحكومتنا لدعمها الشكر أيضا لأميرة منطقة القصيم على دعمه وتوجيهاته الشكر موصول أيضا لسعادة محافظة الرسل الأستاذ حسين من عبد الله العساف على دعمه وحضوره دائما الشكر موصول أيضا للمؤسسات المانحة وأفخر بذكرها جميعا وأخص منها مؤسسة السبيع الخيرية وأيضا مؤسسة أوقاف علي الضويان مؤسسة عبد العيز الجميح ومؤسسة الشيخ سليمان الراج حفراء القصيم أسأل الله عز وجلهم المثوبة الشكر وخالص الدعاء في هذه الليام المباركة للمشايخ والعلماء وطلبة العلم الذين يساهمون معنا وهم وقودنا فأسأل الله عز وجل يجل لهم الأجر المثوبة شكر لإخواننا وأخواتنا المحسنين والمحسنات اللي يقفون وراء هذا الصرح الشامخ شكر لكم أخي يوسف شكر لك أخي عبد العزيز وأسأل الله عز وجل يتقبل من الجميع خالص الأعمال وشكر لك زاكر الله خير وعطيك العافية وبرك الله فيك